بيبدأ المسلسل في بلد صغيرة اسمها ديري بتقع شمال غرب ايرلندا مع بنت اسمها ايرن واللي بيكون عندها 16 سنة وعلى الرغم من جمال المدينة وهدوقها إلا ان ايرن مش بتكون حباها وده لان كل سكانها عارفين بعض كويس وما فيش اي حاجة بتستخبى ما بينهم والان ايرن بتحب خصيتها جدا فبيكون حلم حياتها انها تخرج من المدينة دي ويتعيش في مكان تاني بيحترم حياتها الشخصية وبتنعدم الخصية كمان في بيت ايرن لدرجة انها بتصحف يوم من نمها وبتكتشف ان ايرلا بنت خالتها مسكة المذاكرات الشخصية بتاعت ايرن وبتقراها فبتتعصب ايرن جدا وبتروح تشتكل والدتها ماري لكن والدتها مش بتهتم وبيكون جيري والد ايرن واقف بيسمعهم لكن شخصيته بتكون ضعيفة فمش بيقول اي حاجة وبعدها بشوية بتوصل سارة خالت ايرن واللي هي نفسها والدت ايرلا وبتكون جاة تطمن على بنتها قبل ما تروح اول يوم مدرسة لها في السنة الجديدة فبتقل ايرن عليهم على العكس جيري اللي بيكون متطمن ووثق ان سواء الاوتوبيس اكيد هيعد بيهم من طريق تاني وبعدها بيستعد البنتين للمدرسة وبتتعصب ماري لما بتشوف بنتها لب سجاكة مخالف للبس المدرسة فبتبرر ايرن موقفها وبتقول ان نفسها يكون لها شخصية مميزة في المدرسة عشان كده عايزة تلبس حاجة مختلفة لكن والدتها بترفض وبتكبرها تلبس الزي الرسمي وبيكون كل ده في حضور الجد جون واللي بيبان انه بيكره جيري زوج بنته جدا وبيبقى كلهم عارفين ده كويس وبعدها بتنزل ايرن وقورلة من بيتهم وبيقابلوا كلير صديقتهم واللي بتكون متدايق ان ايرن ما لبستش الجاكت الجنس زي ما اتفقوا وعشان كده بتقرر هي كمان تقلعوا عشان ما تبقاش الوحيدة اللي مختلفة وفي الطريق بيقابلوا شاب اسمه ديفيد واللي بتكون ايرن معجبة بيه من فترة وعشان كده بتحاول انها تلفت نظروا بانها تتحك بصوت عالي عشان ياخد باله من وجودها فبيسلم عليهم ديفيد وبيارد عليهم يجو الحفلة بتاعت بالليل اللي هتكون الساعة 6 وبيقول انه هو فرقيته هيارده هناك وبالرغم من انه دعاهم كلهم وما كانش يقصد حاجة اللي ان ايرن بتخمن انه بيحبها وعايزها هي مخصوص وعشان كده بتوافق على طول وبدون اي تردد وبعدها بيقابلوا ميشيل صداقتهم الرابعة وبتكون جايبة معها جيمس بن عمها واللي بيكون شاب خجول جدا لدرجة انه بيتكسف يتكلم او يعرف نفسه وبتحكي ميشيل صحابها عن جيمس وبتقول انه اتولد وعاش طول حياته في انجلترا وعشان كده لهاجته مختلف عنهم شوية وده السبب في ان اهله خافوا ويودوا لمدرسة ولاد لحسن يتعرض للتنمر هناك وشافوا ان مدرسة البنات هتكون امان اكتر ليه فبتستغرب ايرن ان فيه اهلي موافقين يعملوا كده في ولادهم لكن بتحتفظ برأيها ومش بتقول حاجة قدامهم وبعدها بيركبوا كلهم الاوتوبيس وبيتفجوا ان فيه مجموعة طالبات واغدين اخر صف في الاوتوبيس والي هو مكانهم المعتاد فبتروح ميشيل عشان تتخانق معاهم وبمونتهى البجاحة بتطلب منهم يقوموا ويسيبوا المكان وإلا يضربوهم فبتتعصب واحدة من البنات واللي بيكون اسمها تينا وبتقول انها اخت مندي واللي بتكون مشهورة في المدرسة انها بنت قوية ومحدش بيقدر عليها وبيبقى معروف كمان ان اي اخنا بتدخلها بتكسب فيها وبتدرب الطرف التاني وعشان كده بتخاف ميشيل واللي معها وبيروحوا يعودوا في مكان تاني وبعدها بيوصلوا للمدرسة وهناك بتقابلهم بنت اسمها جيني واللي بتكون مهمتها انها تتعرف على الطلبة الجدد وبتقول انها عرفت من تينا البنت بتاعت الاوتوبيس انهم تخانقوا معها وكانوا عايزين يضربوها فبتبرر ميشيل موقفهم وبتقول انهم كانوا بيهزروا مش اكتر لكن جيني مش بتصدقهم وبتهددهم انها تقول للمديرة وبعدها بيحضروا كلهم اجتماع لاستقبالوا الطلاب الجدد وبتقول المديرة على كل التعليمات وبعدها بترحب بجيمس الشاب الوحيد في المدرسة وبتشرح سبب وجوده معهم في مدرسة البنات وبعدها بتتكلم بطريقة حازمة وبتهدد البنات من محاولة الارتباط بجيمس لانه الشاب الوحيد في المدرسة وبيكون جيمس نفسه سمع الكلام ده وخايف وبيبان ان عمره مرتبط قبل كده اصلا واسناء الفصحة بتحكي ايرن اصحابها عن الحفلة اللي ديفيد عزمة عليها وبتطلب من اي حد فيهم يروح معاها وده لانها خايفة تروح لوحدها فبتتحاجد كل واحدة ان وراها حاجة ومش بيتبقى غير ميشيل اللي بتكون مش عايزة تروح لكن بتضطر انها تويفق واسناء ما هم قاعدين يتكلموا بيتفاجوا بأساميهم هما الخامسة تتنده وبتطلب المديرة انهم يروحوا لمكتبها وهناك بيكتشفوا ان جيني وصلت للمديرة كل اللي حصل في الاوتوبيس ولان كلير بتكون جبنة جدا فبتخافوا بتعترف بكل اللي حصل للمديرة بمنتهى السهولة عشان كده المديرة بتكبرهم يعتذروا لتينا فبيقاطعهم جيمس واللي بيكون مش مهتم بأي حاجة من اللي بتحصل وبيكون كل اللي بيفكر فيه هو ان يروح الحمام فبيستأذن المديرة انه يدخل حمام المدرسين وده لانه مكسوف يدخل حمام البنات لكنها بترفض ومش بتدي مشكلته اي اهتمام وبعدها بيعتذروا كلهم لتينا لكنها مش بتقبل اعتذارهم وعشان كده بتقرر المديرة انها تعاقبهم وبيبقى الاعقاب عبارة عن انهم هيتحبسوا في قضا واحدة ويقعدوا فيها كذا ساعة زيادة عن ساعات اليوم الدراسي وبعد وقت قليل بيحسوا كلهم بالملل وبيكون معهم مشرفة عمرها كتر من 96 سنة واللي بتكون قاسي عليهم جدا لدرجة ان اي حد بيتكلم بتعاقبه وبتلاحظ ايرن ان اورلا بانتخالتها واخدى المذاكرات بتاعتها المدرسة فبيتخنقوا على المذاكرات وبتبقى كل واحدة فيهم شايفة ان هي الاحق بيها لحد ما بتقرر المشرفة انها تاخدها منهم عشان تحل المشكلة وبعدها بشوية بيلحظوا ان المشرفة نامت ويبتقرى المذاكرات فبتستغل كل واحدة فيهم الفرصة وبتعمل اللي هي عزاية لكن فجأة بتدخل المديرة وبيكتشفوا كلهم ان المشرفة ما كانتش نايمة ولا حاجة وانها ماتت فبتستدع المديرة اولياء امورهم على ذلك هي شك انهم عملوا فيها حاجة بسبب الوضع اللي لقيتهم عليه لما دخلت القوضة وبيكون اولياء الامور متفقين مع المديرة على عكس الطلبة اللي بيبقوا شايفين ان عمر الستة وتسعين ده كفيل يكون سبب متى بدون محد ييجي جنبها وبعد ان قشات كتير بيقدروا يثبتوا برائتهم وبتصدقهم المديرة وبعد فترة بتجتمع المديرة بكل طلاب المدرسة وبتعلن عن اهم رحلة هتطلع السنة دي واللي هتكون لباريس لكن بتقول انها مش هتطلع معاهم وده لانها بتكره الفرنسيين جدا فبيتحمس البنات للرحلة جدا وبتبدأ كل واحدة تفكر هتعمل ايه بالزبط لما يسافروا لهناك وبعدها بيروحوا عشان يحجزوا اماكنهم وبيكتشفوا نيجيني هي المسؤول عن الحجز وبتقول ان تمن الرحلة للفرد الواحد قوة 375 جنيس ترليني واللي بيكون مبلغ كبير جدا بالنسبة لمجارة الطالبات لسه بياخدوا مصروف من اهلهم فبتسأل ايرين وهي محرجة لو هيكون فيه خاص من المجموعات لكن جيني بتحرجها وبتقول ان دي رحلة مطلعها المدرسة من شركة سياحة وبعدها بتقترح عليهم ياخدوا الفلوس من الواديعة اللي مخصصها اهلهم لمصاريف المدرسة وبتقول جيني انها بتعمل كده دايما وده اللي بيخليها تطلع كل الرحلات لكن ايرين بتكون مش عارفة اي حاجة عن الواديعة دي فبتشرح لهم جيني ان ده بيكون عبارة عن مبلغ مالي بيخصصوا الاهل لمصاريف تعليم اولادهم وبتقول ان كل طالب بيكون ليه وديعة لوحده فبيعجب البنات بالفكرة وبيقرروا انهم يعملوا كده وبالليل بيكون ايرين وقرلق قاعدين مع اهليهم فبيستغلوا الفرصة وبيفتحوهم في موضوع الرحلة لكن بيتفاجأوا ان محدش فيهم ليه وديعة اصلا واسناء ما هم قاعدين يتكلموا بيجي تليفون من العام كولم واللي بيكون اخ جوه جد ايرين وبيقول كولم انه تعرض للسرق ان بارح وحاليا هو في الاسم فبيتخاف عليه ماري وبتطلب منه يجي يتعشى معهم عشان يتطمنوا عليه وبعدها بيكتمع الخمس شباب في المطعم عشان يطلبوا الاكل وهناك بيقول كل واحد فيهم انه اكتشف انه ما عندوش وديعة وان اهلوا طلعوا فقرة على عكس ما كان فاكر لكن كلير بتقترح انهم يشتغلوا ويعتمدوا على نفسهم لو فعلا عايزين يطلعوا الرحلة وبعدها بيقول جيمس بصوت عالي ان الاكل في المطعم ده مش عاجبه وانه عايز يمشي فبتتعصب عليه فينولا واللي بتشتغل في المطعم وبتطرده وبالليل بتكتمع ايرين مع اسرتها على عشان وبيبدأ العم كولم يحكي تفاصيل السرقة اللي اتعرض لها لكن طريقته في السرد بتكون مملة جدا لدرجة ان ايرين بتنامه وبيحكي اما الباقيين فبيبقوا مركزين في الاكل وما فيش حد بيهتم بكلامه باستثناء سارة اللي بتحاول انها تتجاوب معاه فبتسألوا اكتر عن تفاصيل الحادثة لكن ماري اختها بتتعصب عليها وبتشاور لها عشان تسيبوا يخلص الحكاية دي بسرعة ويرحمهم واسناء ما هم قاعدين يتعشوا بتتفاجئ ايرين بباقي اسحابها واللي بيكونوا سرقوا لوحة الاعلانات من المطعم عشان يدوروا فيها على وظائف وبتقول ميشيل ان دي كانت فكرتها هي وانها عملت كده عشان يلحقوا ويقدموا على الوظائف دي قبل اي حد وبيقطع جيمس واللي بيكون مستغرب هي ليه سرقة اللوحة مع انها كان ممكن تاخد الاعلانات وتسيب اللوحة مكانها فبتحس ميشيل بالاحراج وبتغير الموضوع وبعدها بتفكر ميشيل كل واحد فيهم باحلامه وبمونتها الحماس بتقول ان مهما حصل مش هتضيع سفريت باريس من ايدها فبيتحمس صحابها زيها وبيسمحوها على عملته وبعدها بيجتمعوا كلهم في قدة ايرين واللي بتكون مسؤولة عن تقسيم الوظائف عليهم فبتدي كلير وظيفة المدرسة الخصوصية لانها اسكى واحدة فيهم لكن على الورق بس وبتدي ميشيل وظيفة مجلسة الاطفال وبيكون فيه وظيفة فلاح واللي هيكون كل شغله معتمد على شيل حاجات تقيلة وبسبب ده بيكون المنطق انها تدي الوظيفة دي لجيمس لكنها بتديها الأورلا فبيحس جيمس بالاحراج عشان كده والاول مرة بيعترض على طريقة معاملتهم ليه وبعد النقاشات كتير بتوافق ايرين انها تدي له الوظيفة وبكده يتبقى وظيفتين بس وهم تمشية الكلاب وغسيل السيارات فبتختار أورلا تمشية الكلاب وبتاخد ايرين غسيل السيارات وبعدها بيستعد كل واحد فيهم لوظيفته وفي طريقهم لهناك بيتفاجأوا فينولا اللي سرقوا من عندها لوحة الاعلانات واللي بتكون عرفة اللي عملوه وعشان كده بتاخدهم لبيت ايرين وبتحكي الماري عن اللي عملوه فبتتكسف ماري من تصرفاتهم ومن كتر خوفة عليهم بتترجى فينولا تعقبهم بأي طريقة لكن ما يكونش فيها أزليهم فبتستغل فينولا الفرصة وبتقرر انها تحبسهم في المحل يوم الأجازة بتاعها عشان ينظفوهم وبكده تكون هي تفسحت فيهم أجازتها وفي نفس الوقت المحل بتاعها تنظف لأنها كانت موجودة بالزبط وبالرغم من رفض الأولاد للفكرة إلا انهم بيضطروا يوفقوا عشان يكفروا عن غلطتهم فبيشتغلوا بكل طاقتهم عشان ينظفوا المكان لكن ولأنه بيكون محل سمك فبتكون الريحة وحشة ومهما عملوا مش بتمشي أبدا وبعد محاولات تنظيف كتير بيحس انهم عملوا حاجة غلط وبيكتشف جيمس انه كان بينظف الإزاز بالمايونيز وعشان كده باز أكتر وأثناء ما هم بيستوعبوا المصيبة اللي عملوها بيتفاجئوا بصوت موسيقي عالي جاي من الدور اللي فوق واللي بيكون في شقة فينولا وبيكتشفوا ان ميشيل سابتهم وطلعت تستمتقلوا وحدها فبيتخانقوا معها كلهم وبيحذروها من ان فينولا لو شافتها وهي بتعمل كده في بيتها مش هتسيبهم لكن ميشيل مش بتهتم خصوصا وانها مبسوطة بالمشروبات اللي لقيتها في البيت فبتحاول ميشيل تقنعهم بالهي بتعملوا عشان تغريهم بتولع نار في الكوباية واللي فيها المشروب لكن فجأة بتوعى الصينية وبتولع في السطرة اللي جنبهم وعلى آخر لحظة بيلحقهم جيمس اللي بيجيب طفية الحريق وبيجي طف نار كلها وكالعادة بيلجأوا لماري والدة ايرن عشان تيجي تنقذهم من المصيبة دي فبتيجي لماري فكرة وهي انها تربطهم ويخترعوا قصة ان في مجموعة حرمية هاجموا على البيت وربطوهم فبيعجبوا كلهم بالفكرة وبيقرروا ينفزوها وبتبدأ ماري وصار اختها في ربط الخمس شباب وفاجأة بيسمعوا صوت فينولا واللي بتكون وصلت للبيت فبتجري ماري وصار عشان يهربوا من الباب الخلفي وفي الوقت ده بتوصل فينولا وبتبقى مصدومة من المنظر اللي هي شايفة وبعدها بترجع ماري وصار لعندهم من تاني بعد ما اكتشفوا ان الباب الخلفي مقفول ومعارفوش يهربوا دون اي مجهود بتعترف ماري على بنتها وصحابها وده لانها خايفة من فينولا واللي ممكن تعملوا فيها ومن وقتها بتقطعهم فينولا لدرجة انها بترفض حتى تديلهم اكل من المطعم بتاعها وفي يوم بيتجمع الخمس شباب في قودة ايرن وبيبقوا كلهم مركزين في مذاكرة الامتحان اللي عليهم تاني يوم على عكس ايرن اللي بتكون حزينة على توتو الكلب بتاع اللي مات وبيكون صحابها متعاطفين معها جدا خصوصا انه كان صادقها المفضل لكن مع ذلك محدش فيهم بيوسيها وبيركزوا كلهم في المذاكرة وبعد شوية وقت بيكتشف ان الصبح جاي وانهم لسه ما خلصوش حاجة في المنهج فبتتراب كلير وبتكون خايفة انها تسقط وبعدها بيخرجوا كلهم عشان يفتروا مع اسرة ايرن وبيبقى الجد جوم الدايق من وجود جيمس معهم طول الوقت خصوصا وانه بيتعاملوا كأنه واحدة صاحبتهم لكن البنات بيبقوا تعودوا عليه ومش بيتدايقوا منه وبعدها بتسأل ايرن والدتها عن سبب موت الكلب توتو وبتتحجج انها لو سقتت في الامتحان هيبقى بسبب تأسرها باللي بيحصل فبتهددها والدتها ان ده لو حصل هي هتقتلها وتدفنها جنب الكلب في الجنينة وبعدها بيتحرك الخمس شباب عشان يروحوا لمدرسة وفي الطريق بتلاحظ ايرن وجود كلب شبه بتاعها وبيبقى واحد بيلعب مع جندي وبيفضلوا كلهم يجروا على الكلب لحد ما بيوصلوا على الكنيسة اللي في المدينة فبيقرروا انهم يستغلوا الفرصة ويقفوا يصلوا عشان الامتحان بتاعهم وبيبدأ البنات يجيلهم تهيقات وبيتخيلوا ان تمثال السيدة مارين بيتحكلهم فبتقول ايرن ان دي مجرد تهيقات من الصهر مش اكتر لكن صحابها بيكونوا مقتنعين وبيكملوا صلاة وبعدها بشوية بيلقوا مية نزلة من التمثال فبيستنتجوا انها سمعت صلواتهم وهتستجيب لكن ايرن الوحيدة اللي بتكون عارفة الحقيقة وده لانها شايفة ان فيه خرم في السقف وعارفة ان المية جاية منه لكن لما بتلاقي صحابها مبهورين باللي بيحصل مش بتقدر تقولهم وبتسيبهم فاكرين ان دي اشارة مبشرة خصوصا لما بتقول ميشيل ان اللي بيحصل ده معجزة وانهم لو حكوا الاهل المدينة عن اللي شافوه اهتموا يعرفوا تفاصيل المعجزة ومش يخلوهم يروحوا الامتحان فبتعجب ايرن بالفكرة لانها اصلا مش مذاكرة ولا جهزة تمتحن وبعدها بيجروا على مدرستهم وتحديدا على مكتب المديرة عشان يحكوا لها كل حاجة وفي خلال دقايق بتستدعي المديرة كاهن من الكنيسة واللي بيكون اسمه بيتر وفي الوقت ده بتكون ايرن عايزة تصرح صحابها بحقيقة اللي حصل لكن بمجرد ما بتشوف الكاهن دخل عليهم بتنسى كل حاجة وبيعجب الاربع بنات بالكاهن بيتر وده لانه شاب وسيم فبينسوا هم كمان الامتحان وبيركزوا معاه وبيقول بيتر انه عايز يعرف منهم تفاصيل اللي شافوه وبيوعدهم ان ده هيكون حديث ودي وانه مش عايزهم يتكلموا باي شكل من اشكال الرسمية وعشان يثبت لهم انه مش عايز كلامهم يكون رسمي بيسمح لاي حد فيهم يسأله اي سؤال حبه فبتستغل ايرن الفرصة وبتسأله عن نوع العدسات اللاسقة اللي بيلبسها لكن بيتر بيصدمها وبيقول ان ده لون عينة طبيعي وعشان كده بتعجب بيه اكتر وبتركز معاه وبعدها بيسأله كل واحد من البقين سؤال حد ما بيتعب بيتر وبيطلب منهم انهم يتكلموا عن اللي حصل جوال كنيسة وبيخمن بيتر ان الكلب اللي هم شافوه ده مش كلب شبه بتاعه ولا حاجة لكنه ممكن يكون الكلب بتاع نفسه وجيل الحيب روح تانية وعشان كده التمسال دي حكلهم عشان يوصل اشارة عشان كده بيقرر بيتر ان ياخد ايرن وقرلا ويروح هو والمديرة بنفسهم يتكلموا مع عائلتهم لكن عائلة ايلن بتستغرب من اللي بيحصل وبيخمنوا ان البنات عملوا كده عشان يهربوا من الامتحان ومع ذلك بيفضل بيتر مصر ان في حاجة غريبة حصلت وبيقترح انهم يفتحوا قبر الكلب توتو عشان يتأكدوا اذا كان لسه موجود ولا لا واسناء ما هما بيتكلموا بيجي صحاب ايرن لبيتها وبتقول ميشيلوها يا فرحانا ان الخبر انتشر في المدينة وانهم بقوا مشاعر جدا لدرجة ان كل صحاب المحلات بيدولهم الحاجة ببلاش وعشان كده بيعجب البنات باللي بيحصل وبيبقوا عايزين يكملوا فيه لكن ايرن بتقطعهم بعدما قررت تقول الحقيقة وبتقول ان الماية اللي شافوها دي كانت جاء من السقف وبتبقى خايفة ان بيتر يفتح قبر الكلب عشان لو لقى الكلب في مكانه عادي هيفهم انهم كدبين وان دي مش معجزة ولا حاجة وبعد نقاشات كتير بيلاقوا حل وسط وهو انهم يسرقوا جسد الكلب وبكده هيقدروا يقنعوا بيتر انهم مميزين وان المعجزة حياية وفي نفس الوقت هيفضلوا مميزين في نظر الناس وهياخدوا اي حاجة عايزينها ببلاش فبيروح الخمس شباب عشان يحفروا في مكان القبر لكن قبل ما يوصلوا لجسد الكلب بيتفاجئ ان بيتر سمق صوتهم وجي عشان يتأكد بنفسه فبتضطر ايرين انها تفتح الصندوق قدامه والمفاجأة ان جسد الكلب مش بتكون موجودة فعلا فبتتجمع ليلة كلها وبيقرروا انهم يمسكوا ايد بعض ويصلوا بعد المعجزة اللي شافوها مع ولادهم لكن فجأة بتسيبهم ماري وبتروح تتكلم بصوت واطف التليفون فبتستغرب ايرين ان والدتها سابتهم في وقت زي ده وبتحس انها بخبية حاجة وبتكتشف ايرين ان الكلب بتاعها ما ماتش ولا حاجة ولكن والدتها قدته لجريتهم العجوزة بعدما كلبها مات وبقت وحيدة ولان ماري اصلا كانت بتكره الكلب فقررت تجذب على بنتها وتقول انه مات فبتتصدم ايرين في والدتها ومش بتعرف تعمل اي دلوقتي خصوصا ان كل الناس بقوا مصدقين انها معجزة وان البنات دول مميزين وبعدها بتبدأ الصحافة تصور معهم فبتستغل ايرين فرصة انها بقت مشهورة وبتروح تتكلم مع بيتر اللي بدأت تعجب بيه وبتتفاجئ انه بيحكي لها عن بنت هو بيحبها فبتخمن ايرين انه بيتكلم عنها هي وده اللي بيخالها تحكي له الحياة كلها وانه ما فيش معجزة ولا حاجة فبيتدايق بيتر انهم كتبوا عليه وبيمشي ويسيبهم وبترجع كل حاجة لطبيعتها وبيتكتب عنهم في الجرائد انهم مجرد كذبين مش اكتر وتاني يوم بتقرر المديرة تعمل لهم امتحان مخصوص قعقاب لهم على الامتحان اللي فوتوه يوم ما راحوا الكنيسة وبعد فترة بيتجمع سكان المدينة كلهم في الكنيسة وبيقول الكائن ان فيه لاجئين كتير جايين من اوكرانيا بسبب اللي حصل في مفاعلة شيرنوبل فبتتطوع كل عيلة انها تضم لاجئ لها وتتعمل معاك انه ابنها وبتاخد عيلة ايرين شابة اسمها كاتيا واللي بتكون على طول مكشرة وما فيش اي حاجة عجبها وبتاخدها ايرين لقضتها وبتبدأ تعرفها على كل حاجة هناك وبعدها بتعرفها على باقي شلتها والمفاجأة ان كاتيا بتعجب بجيمس من اول نظرة وبتقرر انها ترتبط بيه وبعدها بتكتمع العيلة كلها على الغداء وبتكون ماري متعصبة وده لانها اكتشفت ان جو والدها اتعرف على واحدة وارتبط بيها فبتتخانق معاها سارة وماري وبيبقوا شايفين انه المفروض يحترم والدتهم اكتر من كده فبيدفع جوه عن نفسه وبيقول ان زوجته ماتت من اكتر من عشر سنين ومن حقه يرتبط تاني لكن ماري بترفض وبتقوم وبتسيب الاكل وفي الوقت ده بتكون كاتيا قعدة وشايفة كل اللي بيحصل وبيباني انها متدايقة من العيلة دي ومش عارفة ترتاح معاهم وتاني يوم بيخرج الشباب كلهم عشان يفتروا برا وبتكون كاتيا قعدة بعيد عنهم فبيجيبوا سارتها وبيبقوا كلهم شايفين انها بنت غريبة وانها كمان جريئة جدا واسناء ما هم قاعدين يتكلموا بيتفاجئوا بجيني داخل عليهم وبتكون هي كمان مستضيفة شاب اوكراني اسمه ارتم وبتبقى جايبة معاها عشان تعرفهم عليه فبتعجب ميشيل بي وبتحس ان ده الوقت المناسب للارتباط وبتقول جيني ان عندها احساس بان الشباب الاوكرانيين دول حسين بغربة ومش عارفين يتأقلموا مع الوضع وعشان كده قررت تعملهم حفلة في بيتها عشان تديهم فرصة يتقابلوا ويستعيدوا ذكرياتهم وبيكونوا كلهم معجبين بالفكرة على عكس ايرين اللي بتشوف بتقول انها معجبة بفكرة الحفلة وقررت تيجي وكل ده لانها معجبة بديفد ونفسها وكمان يبادلها نفس الشعور وتاني يوم بيجي وقت الحفلة وبينبهروا كلهم ببيت جيني واللي بيكون كبير وفخم على عكس بيوتهم واللي بتبقى صغيرة وبسيطة وبتكون كل واحدة فيهم رايحة الحفلة دي مخصوص عشان تلفت نظر الولد اللي هي معجبة بي مش عشان خاطر اللاجئين ولا حاجة وفي الوقت ده بتتجمع ماري وصارة وجير في بيت والدهم وبيبقوا مستنين وييجي عشان يعرفهم على ميف صديقته الجديدة وبتستقبلها ماري بطريقة مش لطيفة وبتقول في وشها انها مش هتقدر تعتبرها والدتها الجديدة فبتتحك ميف على طريقتهم وبتبقى مستغربة من تصرفاتهم اللي بتكون شبه تصرفات المراهقين اما صارة فمش بتهتم بقى اي حاجة من دي وبيبقى كل اللفت نظرهم ان ميف مهتمة بنفسها وشكلها اصغر بكتير من شكل واحد عندها 60 سنة وده اللي بيدايق ماري من اختها وعشان كده بتزعلها وبنرجع تاني للحفلة وبتكون ايرن شك ان كاتيا بتحاول تستغل جيمس وانها مش بتحبه ولا حاجة فبتقلع على جيمسه وبتفضل تدور عليه ما بين الناس عشان تحذره وفي الوقت ده بتكون ميشيل عمالة طرد ارتم الشاب الاوكروني وبيترجها ارتم وهو متعصب انها تسيبه في حاله استغرب مشيل انه بيتكلم نفس الهاجتهم وبتفهم من وراء حاجة وبتعرف بعدها انه شاب ايرلندي وانه كان بيحاول يهرب من حاجة فركب اوتوبيس اللاجئين وانتحل شخصية واحد منهم وفي الوقت ده بتقرر ايرن انها تفضح كاتيا في الحفلة وبتقول قدام كل الناس انها بتحاول تستغل الشباب وانها شافتها اكتر من المرة بتاخد منهم فلوس فبتدفع كاتيا عن نفسها وبتقول ان هي وباقي اللاجئين كانوا بيجمع فلوس عشان يشتري هتا الجيني يشكروها بيها على الحفلة دي وبيبص كل الموجودين ليرن بنظرة احتقار فبتتكسف ايرن من نفسها وبتقرر تمشي وتسيب الحفلة وبالليل بتتجمع اسرة ايرن كلها عشان يودعوا كاتيا اللي بتكون قررت تسيبهم وتروح تقعد مع جيني في بيتها الكبير خصوصا بعد التصرف اللي عملته ايرن بنتهم وانها قالت عليها كده قدام الناس فبتتكسف ايرن من اهلها ومش بتلاقي حاجة تدفع بيها عن نفسها وبعدها على طول بتودع ميف هي كمان حبيبها جو وبتقوله انها قررت تنفصل عنه وده لان بنتهم مش قابلين وجودها ولسه متعلقين بوالدتهم فبيودعها جوهو متأثر وبعدها بيروح يمسك صورة زوجته السابقة وبيفضل يبصلها وفي يوم بتتفاجئ العيلة بفرقة موسيقية بتلف الشوارع عشان تعزف وبتبقى العيلة كلها متضايقة من الصوت العالي ده بس اسناء قرلا اللي بتكون مستمتعة لدرجة انها عايزة تنضم ليها وبتقرر الاسرة انها تروح رحلة تخيم بيدي عن المدينة وده لانهم مش هقدروا يستحملوا الصوت ده اكتر من كده واسناء ما هم قاعدين يتناقشوا بيتفاجئوا بكلير واللي بتكون جاية تشتكلهم وبتقول انها مش عارفة تذاكر وانها قررت نفس الصفحة اكتر من 74 مرة وبرضه مش عارفة تفهمها بسبب الصوت العالي عشان كده بتترجهم ياخدوها معاهم برحلة التخيم فبتوافق ماري بشرط انها تاخد رأي والدتها الاول وفي الوقت ده بتدخل عليهم صارة وبتقول انها قررت اوراق التاروت وعرفت ان في خطورة عليهم لو خرجوا النهاردة وبتحرجها يا ايرين وبتقول ان ما عنداش موهبة روحية اصلا عشان تفهم الاوراق دي بتقول ايه فبتدق صارة وبتدفع عن نفسها بانها خدت كذا كرسي قبل كده وبقت تفهم في الحاجات دي كويس وبعدها بشوية بتدخل عليهم والدة ميشيل واللي بتكون جايبة معها ميشيل وجيمس وبتقول ان عندها شغل كتير ومش عايزة تسيبهم لوحدهم في البيت وبتترجم ماري تاخدها معهم رحلة التخيم فبتوافق وبعدها بيقرر جوني يستلف الخيمة بتاعت جارهم وده لان ما فيش خيمة واحدة هتكفل عدد ده كله فبيعطالهم الجار واللي بيفضل يشرح لهم قواعد التخيم وازاي يحموا نفسهم لو طلع لهم حيوان مفترس وبعد مجود كبير بيقدروا يهربوا منه عشان يستعدوا للسفر وبيتخانق جو جيري وده لان كل واحد فيهم بيبقى عايز ان هو ليقود التاني بعربيته لكن في النهاية بيصر جو ان هو ليقودهم وده لان الخريطة هتكون معايا ولان جيري طول عمر بيفشل في الاقناع فبيضطر يسيبه يعمل اللي هو عايزه مع انه مش مقتنع وفي الطريق بتقرر ميشيل تستغل الفرصة وبتطلب من سارة تقرى لها التروت بتاعها فبتقول سارة انها ترتبط قريب وان القدر هيبعت لها شاب وسيم وطبعا بتفرح ميشيل جدا وبتفضل طول الطريق مبسوطة وبعدها بشوية بتخاف ماري انها تكون نسيت شنطة الفلوس في البيت فبتطلب من جيري انهم يرجعوا يشوفوها لكنه بيرفضوا دل انهم قطعوا جزء كبير من طريقهم فبتقترح ماري انهم يقفوا على جنب يفتشوا الشنط اللي معهم جايز يلاقوها وبيتفاجئوا لما بيلووا شاب مستخبف شنطة العربية بتاعتهم واللي بيقول ان اسمه امت وانه مجرد مناضل ايرلندي كان بيحاول يقبروا الحدود فقرر يركب معهم العربية وبيبقوا كلهم خايفين منه وعايزين ينزلوا من العربية معادة ميشيل اللي بتخمن ان دا زوجها المستقبلي اللي قالت عليه صارة وبتصر انه يفضل موجود وبعد نقاشات كتير بيتعطف جهما حالته وبيقرر انه يسيبوا راكب معاهم وبعدها بشوية بيوقفوا في نص الطريق عشان ياكلوا في مطعم وبيعودوا كلهم على طرابزة واحدة وبيسيبوا امت اقاد لوحده لحد ما ياخدوا قرار في موضوعه وبيكون جيري شايف انه خطر عليهم على عكس جهو اللي بيكون شايف انه مجرد شاب غالبان مش هايزهم بحاجة وبتحس ميشيل بالملل من كلامهم فبتقرر انها تسيبهم وتروح تقعد معاه وبمنتهى الصراحة بتقولوا انها معجبة بي وحاسة بنجزاب كبير بينهم فبيتخد امت من طريقتها وبيقوله ومحرج انه مش حاسس بقي حاجة من ناحيتها وانهم لسه شايفين بعض من قل من ساعة وبالرغم من رفضه الصريح الا انها مش بتهتم وبتفضل مصر ان ده فتح احلامها اللي ورق التروت قال عليه وبعدها بتكتمل عيلة من تاني عشان يقرروا بشكل نهائي اذا كانوا هيخدوا معام ولا لأ وبيفضل كل واحد منهم برأيه لحد ما بيحس امت انه مش مرغوب فيه فبيقرر يمشي ويسيبهم وبالصدفة بيشوفوهم من شباك المطعم وهو اخد الخيمة بتاعتهم وبعدها بيركب في شنطة عربية عالطريق وبيمشي فبيتعصب جو بيخاف من رد فعل جارهم لما يعرف ان الخيمة تسرقت وبيزعق في جيري لان هو اللي كان مسؤول عنها وفي يوم بعدها بفترة بيضطر جو جيري انهم يروحوا للمتجر عشان يجيبوا طلبات البيت سوا وبيستغل جيري فرصة وجوده جنب محل التصوير وبيقرر يدخل يجيب صوره وهو ماري زوجته من هناك اللي تصوروها بمناسبة عيد ميلادها لكن بيكتشف انه نسي الاصال في البيت وانه ما ينفعش يستلمه من غيره واسناء ما هو بيحاول يقنع الموظف بهويته وانه هو جيري اللي في الصور بيدخل عليه جو حماه بعد ما حسب غيابه فبتيجي الجيري فكرة وهو انه يخلي حماه يضمنه ويقوله انه هو فعلا جيري زوج بنته ماري لكن جو قرر يتخلى عنه وده انه ما بيحبوش وبيقوله انه راجل غريب وانه ديه اول مرة يشوفه فبيرفض الموظف انه يدي له الصور وبيترودهم من المكان وفي الوقت ده بيكون الخمس شباب موجودين في مدرساتهم وبتعرف ايرن من جيني صدقتهم انه فيه مسابقة لكتابة المحتوى هتفتح اليومين دول واسناء ما جيني بتعرض عن شروط المسابقة بتدخل عليهم المديرة وبتقول ان رئيسة المسابقة دي عيانة ومش هتقدر تحضر معاهم عشان كده هما مضطرين يختاروا رئيسة تانية دلوقتي حالا وبدون اي تردد بترفع ايرن ايدها بالرغم ان عمرها مشاركت في اي مسابقات مدرسية قبل كده والان مفيش حد غيرها بيقدم فبتوافق المدير عليها وفي البيت بتكون قسرة ايرن كلها متجمعة وبيدوروا على ايصال الصور وبيستغل جو فرصة غضب ماري من زوجها والانه بيكرهوا بيحاول يشجعها تطلق منه واسناء خناقهم سوا بتقطعهم ايرن اللي بتكون لسه راجع من المدرسة وبتقول بومنتال حماس انها بقت رئيسة المسابقة لكن بتتصدم لما محدش بيركز معيها وبيفضلهم ركزين بس في مشاكلهم لدرجة ان محدش حتى بيرد عليها وفي الوقت ده بتلاقي ماري ايصال الصور بعد ما دخل الغسالة بالغلط وسط الهدوم وتاني يوم بتوصل ايرن لمدرستها وبتبقى فخورة بالمنصب الجدي لدرجة انها بتشوف نفسها على باقي صحابها وبترفو تمشي معاهم وبمنتهى الثقة بتتمشي ايرن في طرقة المدرسة لحد ما بتوصل للمكتبة وهناك بتتصدم لما بتلاقي كل طالبات المسابقة انسحبوا بعد ما بقت رئيساتهم فبتنهار ايرن وبتخاف على المنصب الجديد اللي ممكن يروح منها بالسرعة دي لكن بمجرد ما بتهدى بيجي لها فكرة وهي انها تضم باقي شلتها للفريق ويمثلوا ان هم اعضاء المسابقة وبعدها بيعود وقت طويل يفكروا في موضوع يتكلموا عنه لحد ما بيفشل كل حد فيهم انه يلاقي موضوع مهم ممكن يشد الشباب في السن ده فبتيجي ليرن فكرة وهي انهم يدوروا في المكتبة على اي موضوع يتكلموا عنه واسناء ما هم بيدوروا بيتفاجئوا بمقال مرمي في المكتبة بدون اسم فبتقرر ايرن توفر على نفسها اي تعب وتقول ان ده المقال الجديد اللي هتدخل بالمسابقة لكن المديرة بتصدمهم وبترفض المقال وده لان الموضوع مش عجبها فبتتعصب ايرن جدا ومش بتعرف تتصرف ازاي وفي نفس الوقت بيروح جوه وبنته صارة لمحل التصوير وهناك بيعترف جول الراجل ان الصور دي بتاعت بنته فعلا لكنه عمل كده عشان بيكره جيري وزوج بنته وبعدها بيطلع جول واصل من جيبه واللي بيكون متقطع لكذا حتة فبيرفض الراجل يسلموا الصور وبيعتذر انهم مش هينفع ياخدوها بدون واصل لكن فجأة بتحصل حاجة غريبة وهي ان الموظف بيعجب بصرة جدا عشان كده بيقرر يديهم الصور عشان خطرها وبيجي وقت الغدى وبتجتمع الاسرة كلها وكمان بيبقى معهم موظف التصوير بعد ما صار عزمته عشان تشكروا على العمل وبتكون ايرن لسه مدايئة من اللي حصل في المدرسة فبتشتكل اسرتها من المديرة لكن كالعدم حدش بيهتم وبيفضلوا يتكلموا في مشاكلهم هم وتاني يوم بيقرر الخمس شباب انهم يحطوا المديرة قدام الامر الواقع عشان كده بيتباعوا المقال بالرغم من رفضها وبيوزعوا على كل زمالهم في المدرسة لكن محدش بيصدقها وبيفضلوا يتحكوا عليها وبعدها بيجي يوم مسابقة المواهب واللي بيتجمع فيه كل طلبة المدرسة وبتكون الحفلة مملة جدا لدرجة ان المديرة نفسها بتبقى زيقانة ومستنية بفارغ الصبر انها تخلص وبتتفاجئ الشيلا ان اورلا صدقتهم قدمت في المسابقة وهتعمل رأس استعراضية لكن وبسبب ان حركتها بتكون غريبة جدا بيفضل كل الطالبات يتحكوا وبيتنمروا على لابسه تعالي ففي الوقت ده بتقرر شلتها انها تتدخل عشان يدعموا صدقتهم وبيطلعوا لها على المسرح وبيفضلوا يقلدوا نفس حركاتها فبتحس اورلا بيستقف نفسها وبتبدأ ترقص بشكل احسن كدير ومن بعدها بتفضل علاقتهم هما الخمسة مستمرة بالرغم من كل التنمر اللي بيتعرضولو الفيديو ده كتابته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام